مساء الخير حلقة اليوم هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا وهو مخطط اسقاط الخطيب بطلب من كل اهلاوي انه يركز معايا كويس جدا في الكلام اللي هيقوله ده ويفكر فيه ويعقله عشان الفترة الجاية فترة حاسمة ومهمة جدا في مستقبل النادي الاهلي قبل ما نتكلم عن موضوعات اليوم عايز اقول لكم بعد اقتراحات كتير جدا جدا منكم لاسم القناة والفيسبوك بيج بتاعتي في اسماء كتيرة كانت بتتراوح ما بين ديفا في الملعب او ملعب ديفا وفي ناس كتيرة اتكلمت عن ان الاسمين دول موجودين كتير قوي في حد او في اكتر من شخص اقترح علي الكورة مع الدكتورة فا ايه رأيكم في الاسم لو الاسم ده كويس بنسبالكو يا ريد تقولولي ايه رأيكم فيه لان ان شاء الله في خلال ايام وليلة جدا هيتم الاستقرار على الاسم انا شايف ان هو اسم مختلف ولطيف يعني ومرتبط بالكورة فاحب اسمع رأيكم طيب عندي سؤال هو ترى الاتحاد مستني ايه عشان يحدد معاد ماتش السوبر المصري مع طلاع الجيش مستنين لما اللعيبة تتصاب مستنين لما اللعيبة تبقى المجهد وضغط مباريات ويه ويه والسيناريو المتكرر ولا مستنين ايه يا رب نشوف التحديد بتاع المباراة ده يبقى ويكون قريب قبل ما نخش فيه زحمة المباريات ومشاكل الاسابات اللي دايما باللعنة بتصيب النادي الاهلي بالنسبة لموضوع محمد بسام بكل اسف الصفقة فشلت على رأيي الليمبي الصفقة فشلت ما تفهمش ليه الدنيا بتبقى ماشي عادي وطبيعي والامور مستقرة ومفيش مشاكل خالص وفيه اتفاق واسفجأة تلاقي فيه تعنت واسفجأة تلاقي فيه لأح اللاعب هيكمل مغالاة مش عارف ايه يعني بدون التخول في تفاصيل كتيرة صفقة محمد بسام اعتقد ان هي بنسبة يعني مش اقلم تسعين في المياه الموضوع فشل وان طلاع الجيش ادارة طلاع الجيش اعلنت ان محمد بسام مستمر معاهم دلوقتي التفاوض هيكون اول افضلية بالنسبة النادي الاهلي ما بين عمر ردوان ومحمود جاد والهاني سليمان كان اسم مطروح بس ميشيل قال ان هو يعني مش شايف ان اللاعب مناسي النادي الاهلي وان هو سنبير وكده فالله اعلم هيبقى مين القريب طلاع علينا شبير وقال لك ان فيه ازمة فيه الموضوع والنادي الاهلي مش محتاجه اصلا جول كيبر وانهو عنده حراس كبار وان هما مش محتاجين حد ويعني كلام كده غريب يعني طبعا شبير بيسوق لابنه فطبعا موضوع معروف ومفهوم يا شبير وموضوع جنش مرفوض بنسبة مليار في المية ومقفول عشان بس اللي هيطلع علينا واللي بيطلع علينا عمال يقولنا شوية بوجبل وشوية جنش الاسمين دول غير مطروحين بنسبة مليون في المية طيب عايزة بارك لأون تايم سبورت عودة الفانيلا ان شاء الله يوم الثلاث القادم عودة الفانيلا وانا قلت لكم ان الايقاف ده كان ايقاف يعني حاجة كده ملهاش لازمة ولا ليها معنى هي بس عشان ايه تهدئة الاوضاع وهما كان ماتش وهيرجع تاني فده بالنسبة لموضوع الفانيلا قبل ما اتكلم على موضوع بيبو الخطيب نظرا لان الموضوع اتطرح كتير جدا وتسألت فيه في موضوع حلقة شيكابالا والموزيع اللي كان معاه انا قبل الحلقة ما عملتش اي يعني اي كلام عليها وما عملتش اي هايلايت على موضوع الحلقة لان انا بالنسبة لي علاج الحاجات دي هو التجاهل يعني بالنسبة مية في المية احنا نتجاهل الكلام ده فالكايد ده كان الافضل وانا بحقيقة انا ما اتفرقتش يعني انا ما اتفرقتش اساسا على الحلقة ولكن اتبعث لي فيديوز مقتطفات كده من الحلقة والناس اللي بعثتلي الفيديوز دي كان الهدف منها انه هو حلل لنا البادي لانجوج بتاعت شيكابالا وحلل لنا موضوع دموع التمسيح في ناش شايفة انه هو البكاء اللي كان في الحلقة هل ده بجد كان عشان تيكال انتي على القصة دي قبل كده فهو كان بجد موضوع ده نتعاطف معايا يعني ولا ده كان كله فيك ودي كان دموع تمسيح وحاجات كده بصراحة انا مش حبة يعني مش عايز اتكلم اضيع وقت الحلقة في القصة التالشيكابالا دي هل هي كانت فيك ولا حقيقي ولكن انا هقول ببساطة شديدة جدا الحدق يفهم الانسان لما بيكون حافظ كلامه بيسمعه او اللي هو انا معاه سكريبت انا قعدة بقوله ومش طالع من الالبوم العماق بيبان وامت انا بكون صادق ما في المية الناس عندها من الوعي الكافي ان هي تقدر تحدد هل ده فيك ولا كان حقيقي فانا مش عايزة تطرق للقصة دي هسيبها لي حكمكو انتو بعيدا بقى عن موضوع وانا ماريا لمبي والنعمة مانا دي اختي مونة اللي انت قلتها في الحلقة وان الجماهير اللي كبتشتم وانت مش تمتش وانك مقولتش حاجة وانك قلت المجاهب بس انت اهلاوي وكل الهبد ده وانك دايما رد فعله ومسكين ومظلوم معين كل الناس بتتشتم وبتتهزق عادي جدا وما بتردش لان احنا مفعشنا عادي جمهور انا يعني انا كشخصية عامة مفعش عادي جمهور مفيش منطق يقول كده ابدا لازم بقى فيه رقابة على الكلام اللي انا بقوله ويبقى الواحد دايما مركز في الكلام اللي بيطلع من بقه بعيدا عن كل الكلام ده ناس توقفني بقى الجملة الاهم والافيد اللي هي للتاريخ وشاهد شاهدهم من اهلها دايما انتوا اللي بتردوا احنا يعني دايما بنستنى الكلام يطلع منكو انتو يعني لما حد بيستضيف شخصية مثلا زي شكبالة او مجاهد او 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 والله الكلام بيطلع منكو دفاع عننا اصلا اكتر ما احنا بندفع عن حال راجل قال لكم عندهم كل حاجة صح وعندهم استقرار ولو اللي عندهم ده عندنا لو نص اللي عندهم ده او اللي عندهم ده عندنا كان زمالنا عدلنا بطولات النادي الاهلي ال42 دوري وبيت بطولاته وعدناهم واحنا عندنا حوارات ومشاكل يعني اعتراف منش كبالة ان النادي الاهلي عنده استقرار وعنده الدنيا حلوة واحنا بنفكر بعقلانية والامور منتظمة وان الزمالك عنده مشكلات كتيرة جدا ده ياخدنا الحتة ان مفيش حد تاني من الزمالكوية يطلع يقول موضوع الموامرات وموضوع المحسوبية وموضوع الحكام وي 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 وان احنا طول الوقت متهدين الراجل بلسانه قال الكلام ده طيب اما بالنسبة لخصة عمر اديب يا جماعة عمر اديب شغلته انه يعمل ترند شغلته ان الراجل عايز فيوز شغلته اكل عيشه المام بتاعه انه هو يعمل حاجة تفرع وتكسر الدنيا بين انه هو زمالكاوي او مش زمالكاوي هو عقلية معظم الناس اللي على شاكلة عمر اديب ان انا ومن بعضي الطفان انا مش فارق معي حاجة لما حصل حوار ومشكلة رمضان صبحي راح استضاف رمضان صبحي وعملت اعلى نسبة مشاهدات او من اعلى نسب المشاهدات ومش مهم بقى جمهور النادي الاهلي وبتاع ليه لان احنا كجمهور النادي اهلي في الوقت ده عادنا وتفرجنا على رمضان صبحي وتابعنا اللي هو بيقوله فبالتالي الحلقة فرقا عاد جامد جدا فيقول لك ليه انا ما جبش شيكا في الوقت ده اللي هو موقوف فيه لحد اليوم لحد اليوم شيكا بالا موقوف يعني مش من الصح ومش من الحكمة ان انا فيه لاعب موقوف وعامل مشكلات ان انا اجي اطلعه في التلفزيون وخلي اطلع يحكي فبالتالي عمر اديب مش فارق مع اي حاجة غير الفيوز والكلام ده كله واعتقد ان هي ردت في صدر وقتلته والحملات اللي اتعملت من جماهير النادي الاهلي مبارح كانت يعني بقى لها يومين كانت عظيمة جدا جدا وليها مردودة ونسب المشاهدات على صفحة الفيسبوك بتاعة عمر اديب والصفحات بتاعته وكل السوشيال ميديا بتاعته هي اللي ترد وتقول النسبة بتاعة المشاهدة كانت عاملة ايه طيب خلونا بقى ننتقل للموضوع الاهم اللي انا حابة تكلم فيه اليوم وهو المخططات لاسقاط الخطيب علمت من احد المصادر ان هناك محاولات كبيرة لاقناع احد الاطراف في الدخول امام الخطيب في الانتخابات المقبلة ودعمه بشدة طيب الكلام ده منطقيا 100% انا مقتنع بيه ومصدقة والفترة اللي عدت لو انتوا لاحظتم معايا ان كل مشكلة داخل النادي الاهلي حتى لو بسيطة حاجة عبيطة يعني حاجة مش بجديل يعني لازم تبقى نسبت لازم الناس تلقي عليها الضوء ولازم الناس تركز معايا وتلاقي كل الاعلام بيتكلم عليها الحق ده مش عارف حصل ايه في النادي الاهلي الحق ده موسماني هنمشي عشان خسر مباراوة لتعادل ده عايزين حكام اجانب واحنا مش والاتحاد الكرة مش موافق وي 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 وحاجات ومشكلات كبيرة جدا جدا طول الوقت اخبار اخبار عن النادي الاهلي ده غير الاخبار منفبركة ده غير حوارات ومشكلات مرة كهرباء اضي عشر مرات كهرباء ومرتين تلاتة الشناوي ومرة مشكلات سيد وبيبو مش عايز سيد ومرة بيبو هيقيل لموسماني لضعفه عارفين الفترة كانت صعبة جدا وللاسف ناس كتيرة جدا اهلوية كانت بتنصاق وراء الاخبار دي بتحس ان فعلا اللي هم عايزين يصدروا لي المعلومة ان المجلس دولة النادي الاهلي ضعيف انا واحدة من الناس كنت بحس ان في حاجة غلط كنت بحس ان احنا فعلا ليس اكتين عايزين حكام اجانب هم مش موافقين لا لازم افيه ري اكشن اقوى من كده طيب احنا العيبة بتاعتنا الدولين ما نسمحش ان هم يسافروا اولمبيكيات توكيو طبعا اولمبيكيات دي على سبيل هزارة بس عشان الناس اللي بتبقى وقفالي على الوحدة وتقولي حطتي دي مربوطة وحطتي الف ده الكلام ده على من سبيل الدعابة يعني راحوا الولمبيات عادي واحنا كنا مش عايزين وسبونا واحنا ضعاف واحنا مش عارف ايه والنتيجة ان كان فيه كزا ماتش حصل فيهم دروب كبير العيبة مجهدة لا كل البلبلة اللي حصلت دي يا جماعة بالاخير عايزة تتصدر فكرة ان مجلس ادارة النادي الاهلي بقيادة بيبو هو في ضعف كبير جدا ومش عايزين راجل دي يكون موجود في المركز وانا قلتلك انا واحدة الناس كنت احنا بستاء جدا من القرارات بابا مش فهم القرارات دي ليه في رعونة ليه احنا مش فيه راكشن قوي ليه بيبو مش بيبقى ليه دايما الابرهند في انه هو هو سايد قراره يعني هو ليه مش سايد قراره في مواقف دي فبالتالي مع الوقت ومع بعض المعلومات من من هنا ومن هنا ومن هنا لقيت ان فعلا الموضوع يا جماعة ده مخطط ده متخطط له بالورقة والقلم ان لأ احنا دلوقتي مش عايزين الراجل ده يبقى موجود في المكان راجل ده ليه شعبية جارفة ودايما في مشكلة موجودة عندنا الحد اللي بيبقى يعني باورفول قوي ده احنا مش عايزينه يبقى موجود احنا عايزين دايما اللي هو لأ تحت طوعنا وعالهادي ونقدر ناخد منه اللي احنا عايزينه لكن ان يبقى في شخص ليه قوة وليه يعني ليه انا سايد قراري وانا هعمل وهسوي وليه شعبية كبيرة جدا والناس ورايه بتدعمني لأ ده ما ينفعش يبقى موجود وحاصل في الكورة يبقى من دمن الشائعات دي نسحى النهاردة على موضوع العناية الالهية تنقذ الخطيب من الموت المحقق لما ديبقى موقع محترم وينزل خبر زي ده وطبعا كد بكله مش حقيقة وبعد الناس على اليوتيوب برضو نزلوا نفس الخبر وحطوا نفس العنوان يا جماعة تقول له شوية يعني البيبو بالاول وبالاخر هو انسان عنده اهل وعنده اسرة وعنده عيلة لما الناس اللي معايا ممكن محيطين بيه ممكن عارفين حقيقة الموضوع لكن الناس بعيد شوية لما يسحو على خبر زي ده وتقولوا كلام زي ده يعني حرام عليكو والله في الاخبار دي وهو طبعا مفيش الكلام ده خالص يعني هو الموضوع كان بسيط جدا ومن يومين وحاجة عبيطة واللي شهد الواقع على الطريق حكاها ولا تواصل مع شخصه والشخص طلع حكاها بالتفصيل بس مع منشات طبعا مروع فده من ضمن الحاجات اللي طول الوقت ببين لنا قد ايه احنا عايشين في كوكب المؤامرات اللي هما بيتكلموا عليه لا ده كوكب المؤامرات ده احنا فعلا عايشين فيه طول الوقت نهاية الكلام عشان ما اطولش عليكو اكتر من كده ياريتي يا جماعة بعد اذنكو كل بني ادم عنده زرة حب للنادي الاهلي وكل شخص فعلا ينتمي لكيان النادي الاهلي ادعم الخطيئ بالفترة الجاية مهما ان كان فيه اخطاء انت شايفها من وجود نظرك في منظومة النادي الاهلي سواء كان فيه على مستوى الادارة سواء على مستوى القناة لان كنت الموضوع مطروح للنقاش كنا لسه هنتناقش فيه واخدت من الكومنس بتاعتكو عرفت عرفت ان الناس كلها بتتجه وتميل لفكرة فعلا ان القناة النادي الاهلي في الوقت الحالي محتاجها شوية تدعيمات خلونا نتغاضى عن ده في الوقت الحالي خلونا نتكاتف ونقف ورا النادي الاهلي نتغاضى عن اي حاجة لو انت حتى شايف ان فيه قصور فيه حاجات معينة لا احنا ورا النادي الاهلي ايا كان سواء كان مصيب او كان مخطئ بايدوي عايز اتكلم معاكم في موضوع مصطفى البدري الموضوع يتفتح تاني وفيه تجديد المفاوضات مع الانتاج الحربي وان شاء الله باذن الله ده يدل عن ان اصلا النادي الاهلي قد اي بيسمع مننا وقد اي رأي جمهوره يهمه وقد مش بس وطبعا مسيماني كان عاجه اللاعب والمشكلة كانت مع لجنة التخطيط فده يدل عن اي احنا صوتنا قوي وقد اي بيبو بيهتم بكلامنا وبيهتم برأينا كجمهور نادي اهلي طبعا بتكلم فاحنا خلونا ندعم بيبو في الوقت الجاي وكلنا وراك يا بيبو وكلنا وراك يا اهلي لحد ان شاء الله ما نوصل للأعلى من كده بكتير ولحد ما ربنا يزيح الغمة دي والرياضة تنضف بجد محتاجة تنضف من الاشكال الضلة اللي موجودة فيها دلوقتي وربنا يعدي الفترة دي على خير واتمنى الفوز طبعا بنهاية الحلقة لمنتخب مصر اليوم الماتش يعني اعتقد بعد ساعات قليلة فنتمنى التوفيق لمنتخب مصر اليوم شكرا